نفس الكلام برضو اللي اتكلمنا عليه في الـ Continuous Time Signals هنلاقي عندنا برضو في الـ Decreate Time Signals هنلاقي برضو عندنا Definitions بتاعت Finite Power و Finite Energy الـ Definitions هنا أبسط شوية ليه؟ لان احنا منكلم على Discrete Numbers هنكلم على Summations بدل Integrations فالـ Energy احنا كنا اخدناها قبل كده ان هي عبارة عن الـ Integration بتاع الـ Absolute Value بتاعت السيجنال بتاعتنا سكوارد اوكي؟ فهنا نفس الحكاية بالضبط يعبارة عن Summation من N بتاعته مايس Infinity Infinity الـ Absolute Value بتاعت X of N سكوارد اوكي؟ طبعا هناخد Absolute Value هنا علشان لو احنا عندنا حتى هنا Complex Number بيبقى الماجنتيود هو اللي بيتاخد مش الفيز الفيز مش بيخش معنا لازم الـ Energy D تطلع Positive Number اوكي؟ Positive Real Number اوكي؟ نفس الكلام بالنسبة للـ Power الـ PX بتاعتنا هي الـ Power بتاعتنا هي عبارة عن نفس الحاجة هي هي بس بناخد Summation بتاعنا هنا من Minus N ل N وبقسم على الـ Period طبعا من Minus N ل N عندي Minus N ل 1 ده عبارة عن N ومن 1 ل N ده عبارة عن N والزيره ده عبارة عن 1 يبقى معنا كده الـ Period بتاعتنا اللي هي بنقيس عندها هي عبارة عن 1 على twice N plus 1 وبناخد الليمة بتاعنا لما N بتروح لـ Infinity طبعا نفس الحاجات اللي احنا كنا شوفناها قبل كده ان احنا لو احنا قلنا ان الـ Energy بتاعتنا دي Finite اوكي؟ دي معناها طبعا لو هي بالشكل ده كده يبقى Energy بقيتها تبقى Finite اوكي؟ وهي عموما تبقى Finite Energy لو Energy X دي اللي هي EX دي دايماً بتبقى أقال من Infinity اي قيمة Finite اي قيمة أقال من Infinity هيبقى يبقى عندي Finite Energy اوكي؟ لو انا دلوقتي عندي السيجنال بتاعتي دي Absolute Summable بالشكل ده يعني لو جمعتها Absolute Value بتاعتي Minus Infinity اوكي؟ بسميها Absolute Summable اوكي؟ وتبقى Finite Power باردو لو هي الـ Expression بتاع الـ PX بتاعنا دوت كان اقالي من Infinity اوكي؟ هنتكلم باردو على الجزء بتاع زي ما كلمنا في الـ Continuous Time Signals لو عندي Finite Support Signal هلاقيها بالتأكيد تكون Finite Energy وثبقى Zero Power اوكي؟ لو بكلم على Periodic Signal هلاقي انها الـ Energy بتاعيتها Infinite بس الـ Power بتاعيتها ايه؟ Finite اوكي؟ فنلاحظ الـ Two Cases بتقول Finite Support وبتقول Periodic Signals هما الـ Cases اللي احنا most likely بنقبلهم يعني وبيهمونا ان احنا نتعرف على characteristics بعده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا